أكبر شركة على مستوى العالم للتنقيب البحري عن النفط تتقدم بطلب لإعلان إفلاسها لتصبح أحدث ضحية للركود العالمي في سوق النفط شركة فالاريس بي أل سي الشركة البريطانية الملكة لأكبر أسطول من الحفارات البحرية في العالم لجأت إلى القضاء الأمريكي للحصول على الحماية من الدأنين مع إعادة هيكرة الالتزامات ودعم الميزانية العمومية وتقدمت الشركة بطلب لمحكمة تكساس لتفعيل الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي وهي تسعى من خلاله إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 7 مليارات دولار مع تجاوز موعد سداد مستحق لمدفوعات السندات وألقت فالاريس باللوم على البيئة الهبوطية لقطاع الطاقة الذي زادت معاناته تحت وطأة جائحة وباء كورونا وتعاني شركات النفط البحرية بشكل خاص من هبوط أسعار الخام وتراجع الطلب مع ارتفاع تكلفة التنقيب وطول الوقت اللازم للاستكشاف وتراجع الطلب على الوقود بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وبحسب مساودة بيان لأوبك بلس اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء فإن الدول المنتجة للنفط تخشى موجة ثانية من الجائحة تشكل تهديدا كبيرا لتعافي سوق النفط العالمية تشكل ترجمة نانسي قنقر